هناك مقولة عظيمة لشيكسبير تقول لقد ولد البعض عظماء ويحقق البعض العظمة ببعض الجهد والبعض الآخر يحتاجون إلى بدل المزيد من الجهد لتحقيق العظمة عند إدراك هذه الحقيقة البسيطة بالإضافة إلى إدراك أنواع الذكاء المختلفة عند الأطفال سوف يفهم الآباء أن لكل طفل طريقة مختلفة في التعلم الأطفال حسب قدرتهم على التعلم هم أنواع قد يكونون عداءون أو سائرون أو قافزون وللمزيد من التوضيح سأخذ تعلم ركوب الدراجة كمثال العداءون ما أن يرى طفل العداء طفل آخر يقود الدراجة حتى يتعلم هو قيادتها على الفور الأطفال من هذا النوع يتعلمون بسرعة السائرون يستغرق الطفل من هذا النوع عدة أسابيع كي يبدأ في قيادة الدراجة هو يستجيب جيدا للتعليمات وفي كل محاولة يتقدم قليلا وقد يبدأ بالتدريب على دراجة بها عجلات إضافية مساعدة ولكن خلال بضعة أسابيع سوف يقود الدراجة بمفرده الأطفال من هذا النوع يتعلمون خطوة بخطوة ويتحسنون شيئا فشيئا ويجعلونك تعرف بهضوح أنك تساعدهم وأنهم يتعلمون القافزون الأطفال من هذا النوع هم الأصعب ويمثلون تحديا كبيرا للأباء قد يستغرق الأطفال من هذا النوع العديد من السنوات لتعلم ركوب الدراجة هم يتلقون التعليمات ولكنهم لا يظهرون أي تقدم ولا أي إشارة على التعلم حتى يظن الوالدان أن كل ما يقومون به غير مجد فإذا أصر الوالدان على تعليم طفلهم فإن الطفل مثلا سوف يقود الدراجة فجأة بعد عامين لقد كانت كل تعليمات الأهل مفيدة ولكنهم لم يحصلوا على أي إشارة للتقدم وفي لحظة غامضة يقوم الأطفال بوضع كل هذه التعليمات قيد التنفيذ ويقودون الدراجة إنهم يقودون كما لو أنهم يفعلون ذلك منذ عامين وفي الظاهر يبدو أنه لا يحدث أي تقدم ولكنهم فجأة يقفزون ويحققون الهدف بدون الإصرار والتشجيع من الأهل فإن هؤلاء الأطفال لن يستغلوا قدراتهم الكاملة مهم نعرف أيضا بأن الطفل قد يكون قافز أي يتعلم ببطء عندما يتعلق الأمر بركوب الدراجة ولكنه عداء أن يتعلم بسرعة عندما يتعلق الأمر بالمهارات الاجتماعية بمعنى أن الطفل لا يتعلم كل شيء بسرعة أو كل شيء ببطء أو كل شيء بخطة ثابتة بل هناك مهارات يتعلمها بسرعة ومهارات أخرى يتعلمها ببطء فكون الطفل هكذا أقصد بأن يكون جيدا في شيء وليس جيدا في شيء آخر أمر طبيعي وأن كون الطفل بطيء التعلم في شيء لا يعني أن مستوى ذكاءه في ذلك الشيء منخفض وعلى الجانب الآخر كون الشخص عداء أو سائر في مجال ما لا يعني أنه سوف يتفوق في هذا المجال أو لديه قدرة هائلة على التمييز فيه وعن طريق فهم السرعات المختلفة للتعلم يمكن أن يصبح الأهل أكثر صبرا على أطفالهم اشتركوا في القناة